هذه الحكاية فيها ريحة اسمو ايدا انتوا فاكرين الكلمة دي فاكرين الجملة دي دي قالها فناننا الجميل سراج مونير طبعا في فيلم سي عمر الفيلم ده طبعا من الافلام الرائعة اللي الواحد ما يزاقش منها ويبقى حافظها بس يشوفها يعني العملاق نجيب الرحاني وعفتاح القسر ومجموعة كبيرة جدا من الفنانين بقى بس ده ايام كان عندنا فن وايام كان عندنا فنانين اه مش زايد الوقت يعني معلش الجملة دي الحكاية دي فيها ريحة اسمو ايدا مش عارف ليه اول ما حصل الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه بقى النهاردة الجملة دي جت قدامي الحكاية باختصار جريمة جريمة زي اي جريمة وطالما قلنا جريمة يبقى حاجة بشعة ده معروف يعني ماهو ما فيش جريمة كيوت يعني طيب الجريمة دي لنيره وعادل الجريمة دي بتحصل من زمان وحصل وحيحصل بس مش عارف ليه الجريمة دي كده اخدت سكة غير السككة التانية دي كلها على فكرة قبل نيره وعادل كان فيه جريمة ابشع اللي هي بتاعت اسماعالية بتاعت ضبور و انا كان لديها حلقة على فكرة اسمها جريمة اسماعليا اللص والكلاب كانت موجودة لو عايزين ترجعوا لها الجريمة بتاعت نيره وعادل دي خدت سكة تانية الجريمة بتاعت اسماعليا دي عادي وده خد فيها اعدام ومحدش تتكلم مع انها كانت بشع جدا ابشع من اللي شفناها دي طبعا هي كور الجرائم بشع بس دي كانت صعبة قوي المهم يعني ما حصلش فيها اللغة بدا انما فجأة بصينا لقينا حاجة غريبة قوي حاجة فعلا يعني تخليك تستعجب بس تستعجب من ايه تستعجب من الناس ولا تستعجب من المجتمع ولا تستعجب ما انا مش عارف استعجب من ايه بس هو لازم تستعجب اللي حصل ده غريب قوي فجأة جريمة حصلت الدنيا قامت رأي عام المجتمع والناس ماشي اتقبض عليه اتحقق معاه اتحكم عليه خد اعدام ماشي كل ده بالقانون لكن في لحظة لقينا فريد الديب المحامي بقى المحامي المحامي يعني الاكسرة شهرة انتوا عارفين واكتر مني يعني دخل على الخط وقال لك انا حدافع عن القاتل ما هو من حقك تدفع عن القاتل طبعا ما هو اي قاتل لازم يبقى ليه محامي حتى لو ما عندوش محامي حيجبو له محامي من المحكمة بس مش فريد الديب بقى ده فريد الديب ده علشان تخش بس عنده تخش متهقلي يعني مش عارف تدفع قد ايه يعني يعني كم مليون عشان تخش بس انما تتكلم بقى وتوكله لا ده موضوع تاني وقال لك ان في ناس من اليونان هو عندو مكتب في اليونان على فكرة يعني وهو تقريبا بيصيف او بيقضي اجاستو تكلموه في الموضوع ده طيب ماشي ماشي يا حج فريد وانت مشهور قوي بالحاجات بتاعتك دي طبعا وحيدفع عنه طب الناس دي مين وايه علاقتهم ما تعرفش فجأة تاني يوم او تالت يوم مرتضى منصور طبعا مرتضى منصور ده غني عن التعريف ده الراجل يعني يعني مش عايز اقول لكم الراجل ده يعني ممكن بيعمل ايه ومتمكن جدا من من القضايا بتاعته ومتمكن جدا من الخصوم ومتمكن جدا من السيديهات ويعني راجل مش محتاج شهرة بس هو دخل وقال لك انا حدافع عنا يرى قال لها طيب مهو الراجل خد اعدام ومحكمة النقضة حتنظر في الاعدام برضو ما يعني برضو الحكاية دي فيها ريحة اسمو ايدا بقى إيه هو بقى اسمو ايدا وإيه هي الريحة كل واحد حسب الريحة اللي بيشمها يعني كل واحد حسب الريحة اللي بيشمها يتعرف بقى اسمو ايدا يعني انت بتشم بقى حضرتك فل وياسمين حتشم ريحة اسمو ايه ده فل وياسمين بتشم بقى زفت واطران يبقى الريحة حتشمها زفت واطران كل واحد حسب الريحة اللي يعني اللي مشتساغة عنده او اللي هو بيفهم فيها وبعدها على طول ابو شقة ده ده بقى ده ده محامي سياسي اساسا يعني وفي السياسة بقى ومجلس الشعب ومجلس الشورى ومش عارف ايه والحزب الايه والحزب الايه شغلانة يعني وقال لك انا داخل ادافع وبعد كده مش عارف صلاح مين وبعد كده الحبلة عالجرار يا جماعة لا دي مش قضية دي مش جريمة الجرائم كتير قوي الجرائم كتير قوي بس دي مش جريمة لا دي اجندات واجندات بتسقط على الجريمة على نيرا وعلى عادل على فكرة كل الاسماء اللي انا قلتها لكم دول لا يهمهم نيرا ولا يهمهم عادل على فكرة نيرا وعادل دول اساسا اساسا يعني دول مواطنين عشوائيين يعني من اللي هم الطبقة اللي تحت المتوسطة فالناس الكبيرة اوي دي ما يهمهمش الناس دي خالص خالص ولا ييجي في دمخهم لكن هي اجندات ومصالح وتخليص حاجات كده بعيد عننا ولا نفهم فيها ولا حنفهم فيها وده قدرنا على فكرة بس الحكاية طبعا اكيد اكيد فيها حاجة وفيها حاجة مهمة اوي احنا اكتشفنا حاجة خطيرة جدا في الفترات الاخيرة اه ان الجريمة دي حطتنا في سكة غريبة اوي السكة دي ايه بقى بس نورت لنا نورت لنا طريقنا يعني بس بس ما نورتوش زي الفانوس ده كده يعني ما نورتوش زي الفانوس ده لا نورته بكشف كبير اوي لد كل واحد بص للجريمة دي بمنظوره واجندته ورؤيته والايديولوجية بتاعته ايه بقى والله ايه بقى عندنا الاخوان والسلفيين ودول بقى بينظروا من المنظور الديني ايه هو ان البنت دي كانت لازم تبقى محجبة او يعني معرفش محجبة دي ازاي بالزبط يعني بس تبقى لابسة غطاء رأس يعني لان هو الحجاب اساسا فيه اقويل كتيرة وفيه حاجات كتيرة مش عارفين ايه هو يعني يعني يبقى ايه هو بالزبط يعني هل هو بس شرب كده بيتحط على الراس وخلاص يبقى دي محجبة ولا وتلبس بانطلونة عادي وبتاعي يبقى دي محجبة ولا هو فيه لبس شرعي يعني معروف يعني كحجاب او ك مش هقول نقاب يعني بس انا نفسي متلغبط بس انا نفسي مش عارف لان هما اساسا مش عارفين يعني هما نفسهم لما بيطلعوا يتكلموا يلغبطوك برضو ما يعرفوش بالزبط ايه هو الموضوع يعني بتاع الحجاب ده ايه بالزبط طيب هل البنت دي لو كانت لابسة الاشارب ده الاشارب او الحجاب اللي بيقولوا عليه يعني اللي هو غطاء رأس يعني ما كانتش هتحصل الجريمة ما عتقدش يعني ايه اللي حيمنعو يعني يعني هو حاجة واقية يعني للطعنات والرصاص يعني يعني سطرة يعني للرصاص ما عتقدش ما عتقدش فيعني ده المنزور الديني المنزور بقى التاني اللي هو بقى المنزور اللي هما العلماني يعني مش عايز اقول يعني لان العلماني مش هو الملحد يعني لان ده ده شيء وده شيء تاني يعني اللي هما بينزوروا بقى بالقانون وبتاعه وبالحاجات ومش عارف ايه والمواضيع والحكاية ومين والدوافع والبتاع كل الكلام ده ده منزور تاني بصوا للقضية من الحتة دي وبدأ الصراع ما بين الاتنين بس الصراع ما بين الاتنين على ايه بقى ده على المجتمع وعى الوطن يعني القضية دي صراع ما بين الاتنين على المجتمع والوطن وحقول لكم ليه دلوقتي ماشي اهو هنتكلم بصوا بقى هنا بقى هنا بقى نقدر نبص من هنا كده ونشوف حاجة مهمة قوي حنعرف حاجة مهمة قوي 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 اللي اتنين بيلعبوا بالمجتمع وبالشعب أيوة اللي اتنين الطيرين صدقوني الطيرين السياسيين واخدين القضية دي واحد واخدها نحية دينية والتاني واخدها نحية قانونية وعلمانية ويا الله يا مجتمع اتضرف في اللي اتنين دول وده اللي احنا وقعنا فيه وبنقع فيه وحنقع فيه هقولوكم ليه كان فيه رواية مهمة جدا وفيلمه مهم جدا اللي هو اللص والكلاب اللص والكلاب ده نجيب محفوظ طبعا كتبنا العملاق الكبير حاجة يعني طبعا مش عايز اقول نوبل انا بعتبر ان نجيب محفوظ اعلى من نوبل نجيب محفوظ عمل اللص والكلاب شكري سرحان فنان الجميل وشادي العملاقة وكان كان معا مجموعة كبيرة جدا من الفنانين كان صلاح جاهين على فكرة في الفيلم بيمسل كان اسمه طرزان كان فتح بار كده او مخانة كده او غرزة او يعني حاجة كده المهم منطوق الموضوع اللص والكلاب يعني الجريمة المرتكب الجريمة معناها يعني والكلاب اللي حواليه اللي هم اللي متسايدين المجتمع هم دول اللي بيحركوا البني ادم ده بعد ما ارتكب الجريمة وقبل ما يرتكب الجريمة هم دول وهما دول اللي احنا شايفينهم هم دول واحد بيقول لا ده بريق ويطلع ومش عارف ايه والبنت هي اللي مش عارف ايه انا طبعا ببتكلمش عالجريمة كجريمة لانها لا تعنيني دلوقتي في شيء لان صدر فيها حكم والقانون بياخد مجراء يعني والتاني يقولك لا ده فيه دوافع وفيه مش عارف ايه وفيه بواعس وفيه حكايات وفيه روايات وفيه مش عارف ايه ولا يمكن وبتاعه وكلام من ده هي رواية اللص والكلاب اللي دفعه ده انه يبقى كده والرواية دي على فكرة لما كتبها نجيب محفوظ كانت كتبها من قصة وقائية بس القصة وقائية كانت بتتكلم عن واحد سفاح بس سفاحة يعني سفاح كان عبيد شوية يعني هو بقى سفاح من غير ما يبقى سفاح وكانت مشكلته انه كان اسمه محمود سليمان تقريبا دي كانت وقعت الحكاية دي فعلا في مصر يعني كان كل ما يروح عشان يقتل حد يقتل حد غلط يعني كل ما يروح يقتل حد يقتل حد غلط مش يا دي قضيتنا يعني بس اقول لكم يعني على المفارقات العجيبة فالمهم اللي حوالينه بقى هم اللي بيعملوا كده اللي هم دلوقتي صحفي اللامع اللي هو الاعلام فنانين دخلين برضو كل واحد ببوست وكل واحد بشعار بمنشور مش عارف واحدة بتاعة يوتيوبر بتتكلم مش عارف مين بيتكلم اللي ضد والمهم المهم المجتمع لازم يتقسم اتنين لازم يتقسم اتنين في قضية نيرة وعادلة طب المجتمع ما تقسمش اتنين ليه في قضية ضبور اللي هي قبلها ب7-8 شهور دي من 7-8 شهور ده لسه محكوم فيها بالاعدام ما تقسمش خالص مع انها قبشعة عشان ما كانش فيها اجندات مع ان انا في الحلقة بتاعة اسماعالية جريمة اسماعالية اللص والكلاب كنت عايز اعرف الدوافع والبواعس لكن محدش اجاب محدش اقال ضبور ده بعد ما عمل جريمته كان واخد البتاع دي واخد الجريمة بتاعته جسم الجريمة بتاعه وبيجري رايح فين او رايح لمين محدش كابسي له خالص محدش اتكلم المهم هو اخد اعدامه خالص وانتهت القضية انا بقى بتكلم في القضية دي وبقول ان الناس دي عايزين هم مش عايزين شهرة هم عندهم الشهرة على فكرة كبيرة قوي ومش عايزين اموال هم طبعا ما بيبطلوش اموال لكن الاموال كتير عندهم يعني مش هي الاموال دي اللي هتغنيهم يعني فقضية شائكة زي دي لكن هم عايزين ايه هم عايزين يتبرزوا مع بعض ويثبتوا اجندات كل واحد يثبت اجندات ويكسر اجندات التانية انت دا جايبينك الاخوان والسلفيين احنا بقى جايبيننا الناس العلمانيين او اللي هم يعني التانيين يبقى لا هنضرب في بعض ونخلص وانحنا اساسا زي ما قلتلكم لا يعنيهم لا نيره ولا عادل ولا اهل نيره ولا اهل عادل لان هم بيعتبروا دول قص دول مليارديرات اللي طالعين يترافعوا دول مليارديرات عدوا مرحلة المليونيرات فما يفرقش معاهم هم بقى الناس العشوائيين اللي زي حالتنا كده يعني اللي هما يعني يعني اللي هما الطبقة المتوسطة والاقل متوسطة ومش عارف ايه لا لا ما تفرقش معاهم ما يموتوا ويروحوا في ستين ده هي دي المشكلة وهي دي القضية وهو ده اللي لازم ناخد بالنا منه عايزين يحطونا في السكة دي السكة دي والسكة دي مسهلة مسكة أصحابة جدا وهتقدل انتتائج أصعب وعايز أقول لكم بقى الكلمة الأخيرة اللي دايما باختم بيها لما يكون فيه مشكلة أو جريمة أو سرقة أو حاجة جامدة كلمة مهمة قوي صدقوني والكلمة دي فعلا أنا بحس إنها وقعية وبتقول الحقيقة كلمة دي يا جماعة مفيش قاضي في العالم بيحكم بالعدل ركزوا معايا بقى عشان نفهم مفيش قاضي في العالم في العالم ما بقولش في مصر آه عشان ما بصش ألاقي بكرة بلغت علي في النائب العام يعني بقول في العالم بيحكم بالعدل لا يمكن القاضي بيحكم بالقانون القاضي بيحكم بالقانون ما بيحكمش بالعدل العدل ده اسم من أسماء الله الحسنى فالعدل بيبقى عنده بس لكن العدل العدل لا مفيش قاضي حيحكم بالعدل العدل بيحكم بالقانون ولازم يحكم بالقانون لأنه هو ده اللي في إيده فالملياردلات اللي راح يروحوا يطرفعوا سواء هنا مع ده أو مع دي أو ضد ده أو ضد دي هم راحين يلعبوا بالقانون يمحوروا في القانون يشتغلوا على القانون لكن مش على العدل هم مش راحين يدوروا على العدل ولا يعرفوه ولا يعرفوا بيجي منين هم راحين يشتغلوا على القانون بالظبط كده هبسطها لكم عشان نختم زي ما بتبص تلاقي تاجر هولورين أو تاجر بودرة أو تاجر حشيش أو مخدرات أو بانجو يتقفش بتريلة بتريلة في أكثر من تريلة تريلة مخدرات ترب كده ويتمسك ويتحكم يخش المحكمة وييجي المحامين الحلوين المحترمين دول يطلعوا براء براءة طب طلعوا براءة ليه؟ هو ده عدل؟ لا طب هو القاضي أخطأ؟ لا طب المحامي عمل ايه؟ المحامي استغل كلمة كتبها ظابط يعني النقيب أو الرائد أو المقدم اللي كتب المحضر فكتب كلمة غلط حرز غلط جملة غلط لفظ غلط يستغلوا بقى المحامي ده ويستغل القانون ويجي يقدموا للقاضي يقوم القاضي يلاقي نفسه لازم يحكم ببراءة المتهم ويبقى القاضي عارف انه متلبس وانه ممسوك بتريلة بس الشك بيقول للمتهم ومن هنا زي ما بقول لكم كده هم راحين يلعبوا بالقانون مش راحين علشان يجيبوا عدل الحد لا لنيرا ولا العادل او محمد عادل هم راحين يجيبوا قانون يبسط الناس اللي موكلينهم زي ما لقيت واحد طالع بيقدم دي شخص سوري انا اللي ازعجني انه سوري على فكرة بيقدم دي عشرة مليون جنيه ده فيديو على فكرة وموجود على اليوتيوب يعني لو عايزين ترجعو له عشرة مليون جنيه تخيلوا قل دي لأهل نيرا علشان يعني يعني خلاص يعني هما ما يتنازلوا بقى حيتنازلوا عن الشق المدني لكن الشق جناح هيتنازلوا عنه ازاي يعني ازا كان هما اساسا مش مشتبعهم بس عشرة مليون جنيه والاخ سوري وهو عنده على حدود بلده اللاجئين السوريين والسوريات والاطفال السوريين مش لقيين كسرة خبز كسرة خبز اظن انا مش متجني ده اللي بيحصل في الحر الشمس اوراهم وفي برد الشام التلج بيموته ويتبرع بعشرة مليون تفتكروا الحكاية دي مش فيها ريحة اسمو ايه ده لا ده فيها ريحة اسمو ايه ده واسمو ايه ده واسمو ايه ده وكل واحد بقى يدور على ريحة اللي تريحه انا في النهاية انا في النهاية يمكن يبقى فيه فيديوهات تاني علشان الموضوع ده لان الحلقات تشغالة بقى ما احنا مش عارفين دول هيوصلوا لايه وحيعملوا ايه في النقض يعني وهو قريب يعني قدامه بتاع ستين يوم ولا حال فربنا يسهل كده ونتقابل تاني في الموضوع ده وانت وارجو ان ريحة اسمو ايه ده تكون بانت وكل واحد عارف ايه هي الريحة وجاية منين وتتشمي ازاي انا في النهاية بشكوركم 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 جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة